يعني لو أن إنسان قال إن خرجت من البيت فأنت طالق إن خرجت من البيت طالق فإذا خرجت تطلق لنعلقه على أمر شرط طيب فهذا بدل ما يوقع الطلاق قال له تعالي خالعيني حتى نتهرب من قضية إذا خرجت فأنت طالق فنتخالع طيب ما الفائدة من الخلع إذن؟ قال لأن الخلع يعني هذا خلاف في المسألة لأن الخلع هل يعد طلاقا أو لا يعد طلاقا هنا أن الخلع لا يعد طلاقا لا يعد من الطلاق فلو خالع الرجل المرأة سبع ثمان مرات ما يضر يخالعها ثم يعقد عليها من جديد ثم يخالعها ثم يعقد عليها من جديد غير الطلاق الطلاق مرتان كما قال الله توارك وتعالى فإمساكم أو تسريحون بإحسان بينما الخلع مفتوح فهذا حتى يحتال على الطلاق على يمين الطلاق فإنه يقول تعالي أخالعك حتى نتخلص من يمين الطلاق لا يقع هنا لأن في حيلة